اشتركوا في القناة وما عليها شرح مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة المالكي الأندلسي دفين القاهرة في سفح المقطم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشيخه وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين آمين مع حديث جديد وكل أحاديث النبي جديدة الحديث السابع والثلاثين حديث فضل الأذان والصف الأول والعتمة والصبح العتمة وصف لصلاة العشاء وليه قال العتمة بالرغم أن النبي قال لا يغلبنكم الأعراب على تسمية صلاتكم العشاء العتمة لأن كان الأعراب تسمي صلاة المغرب العشاء وتسمي صلاة العشاء العتمة والعتمة جاء من العتمة هي الظلمة يعني لأن صلاة العشاء عند غياب الشفق واشتداد الظلمة فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا تتغير الأسماء لكن هنا قال العتمة حتى يزيل اللبس فيؤكد أنها العشاء لكن ليس معنى ذلك أنك تعتبر أن هذا مشروع لكن متى يكون مشروع أن تسمي العشاء العتمة إذا أردت أن تزيل اللبس فقط الحديث مروي بإسنادنا المتصل إلى مشيخنا رحمهم الله تعالى إلى الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا هذا الحديث يبين بعض فضائل الأعمال المتعلقة بإقامة الصلوات المفروضات لأن أفضل ما يلقى العبد ربه به يوم القيامة ما هي الصلاة وهي الركن الأعظم في هذا الدين وهي أكثر عبادة يعبد الله بها الإنسان ربه بعد الوضوء بل قد تكون أكثر من الوضوء لأن في وضوء واحد ممكن تصلي أكثر من فريضه وتصلي أكثر من نفلة في وضوء واحد فالصلاة من الأمور الهامة في حياة المسلم وهي أطول باب في كتاب الفقه كتاب الصلاة في كتاب الفقه لأنها من أعظم أعمال المسلمين في حياتهم وهي تميز المسلم من الكافر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفرق بين المسلم والكافر تركوا الصلاة وتتكرر في اليوم خمس مرات في الفرائد وكل فريضة لها متعلقت بنوافل كثيرة وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أمور متعلقة بأداب تتعلق بهذه الصلاة حتى لا يغفل النس عنها فينشغلوا بأداء الصلاة دون أن يرعي الأداب التي تكون قبلها وقبل الاستعداد له فبين هنا أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا عليه هنا يعني كأن في جواب الشرط إيه؟ لو يعلم الناس يعني ما فيها من أجر أو ما فيها من عظم ثواب فالنبينا لم يذكر إيه؟ المحزوف لأن العرب الفصيح يعلم المحزوف من خلال إيه؟ سياق الكلام يسموه بقوة الكلام يعني بمفهوم الكلام قال لو يعلم الناس أنت ممكن تقول يعني يعلم إيه؟ لما تبقى غير عربي فصيح ممكن تقول يعلم إيه؟ لكن العرب الفصيح يعني كأنه النبي إيه؟ بيقول لو يعلم ما في هذا من أجر عظيم فالحسب كثير في لغة العرب اعتمادا على أن العربي الفصيح لا يحب أن تذكر المحزوف المعلوم لأنك إذا ذكرت كل محزوف معلوم العربي الفصيح يعتبرك أنك أنت بتستغباه أنه مش فاهم قولوا أنا يعني مش فاهم هيتقول لي كل حاجة وتحط لي كل نقطة على كل حرف أنت أقول لي اللي أنت عايزه وقلل للكلام وأنا أفهم على طول وأشكرها عبارة النبي وأجيزة وتحتاج عربي فصيح يفهمها فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بأدي المقدمة أنه هو يبين أمور متعلقة بسواب عظيم في عبادات قد لا تهتم بها لأنها خارج الصلاة يمكن كل شغلك أنت عايز تطمئن الصلاة نفسها في حين أن إيه النداء النداء اللي هو إيه الأزان والأزان سنة بالاتفاق وليس واجب وإن كان سنة مهمة لأنه من شعائر الإسلام يعني في سنة يسموها من شعائر الإسلام فلابد نحافظ عليها حتى أن بلاد المسلمين تتميز عن بلاد غير المسلمين سماعة كالأزان فيه فهي من شعائر الإسلام بالرغم أنها سنة فبيبين بيقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الأجر من عظم الثواب والصف الأول برضو من أدب الصلاة أنك تحرص تبقى في الصف الأول لكن ليس من أركان الصلاة ولا من واجبات الصلاة لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه ينبه على أمور متعلقة بالصلاة ليست واجبة وبالرغم من ذلك سوابها عظيم فما بالك بقى الصلاة نفسها إذا كان ما أحاط بها من أعمال ليست واجبة ومستحبات وسنن ثوابها عظيم عند الله فما بالك بقى الصلاة وهذا يطلق لك العنان إيه في خيالك أن تتصور الثواب العظيم عبد الله سبحانه وتعالى للمصلين ودي يعني مزايا طريقة النبي في البيان لأمته وهو الإغراء لهم وبيان فضائل الأعمال وأنه لا يوجد عمل تستهين بهم يعني فيه ناس كتير من المسلمين ولك أدم صنة مش مهم من حعمل الفرائد وخلاص لا ده كل حاجة يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق يعني كنت تلقى أخاك مبتسم ده أمر مستحب بالرغم من كده بيقول ايه وعا تحقر من المعروف شيئا ولو كان هذا الأمر البسيط فكله عند الله عظيم إذا ابتغيت به وجه الله فيقول لو يعلم الناس ما في النداء يبقى النداء يعني الأزان والصف الأول إن كنت تكون في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا عليه والاستهام يعني إجراء قرعة يعني إذا تسابق الناس وكان العمل هيؤديه واحد زي النداء لا يسع أكثر من واحد يوم نعمل إيه يقولك لو علموا بقى وتوفرت الشروط في عدة أفرار للنداء اللي هو الصوت الطيب الحسن المقبول وموجودين كلهم في مكان واحد ولم يعين إمام المسلمين واحد لأن يكون مؤزنا ولو عالموا الأزان يوم يعملوا يعملوا قرعة والاقتراع أيضا من ضمن الأمور المشروعة في الشرع الشريف إذا تساوت الأطراف وكان إيه الحصول على واحد أمر واحد فقط متعلق بأفراد معتعددة فهو نصيب أحد الأفراد غير المعلومين المعينين في الحالة لنعمل أرى وهنا نتكلم إن شاء الله في الفاصل القادم حول هذا الحديث بتفصيل أكثر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدنا مرة أخرى مع الحديث العظيم الذي يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأداب المتعلقة بصلاة الفرائد الذي قال فيه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه والتهجير هو التبكير لصلاة الجمعة خصوصا وإن كان استعمله الفقاء بعد ذلك واستعمله الشرع الشريف في التبكير للحضور الصلاة قبل حضور أزانيها ووقتها لكن إيه إذا ذكر في هذا الحديث فالمقصود بيه التبكير لصلاة الجمعة ولو يعلمون ما في التهجير لستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح يعني صلاة الإشاء وصلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا يعني لو تعرف الأجر وإنت عندك بعض الألم في ركبك وفي مفصلك وفي ظهرك ورجليك لكن لو عارف الأجر العظيم والله تجيها ولو يعليك ورجليك من شدة إيه الأجر المدخر لهؤلاء الذين يحافظون على هذه الصلاة قلنا أن العمل إذا كان لا يسعوه إلا فرد واحد وتوفر أكثر من فرد فيه شروط أدائه إما أن نرجح واحد منهم بتعيين الإمام له سيما نقول إن إيه الوزارة الأوقاف عينت في المسجد الفلاني فلاني بقى مؤزم خلاص ما فيش منافسة عليه لكن إفرد إن فيه مسجد أهالي وإيه وأهل الحي فيه اتنين ثلاثة منهم إيه تتوفر فيهم شروط الأزام فيقوموا يعملوا إيه لو عرفوا بقى الأجر يقسموها بينهم يقولوا انت تأذن يوم وانا يوم انت تأذن فرد وانا فرد يعملوا إيه أو يعملوا أرعى بينهم لإيه لشدة الحرص على إيه على إنك أنت تحرص إنك تؤدي العمل هذا لعظم السواب اللي يجري فيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما بينش سواب المؤذف تركه إيه لخيالك خيالك لما يسبح في سواب يعده غني كريم وهو رب العالمين حتم إيه يعني تتصور يعني فوق الخيال لأن لما ربنا يبقى كريم وغني وهو اللي بيعد الزواب النبي ما بينوش هنا صلى الله عليه وسلم وإن كان بينه في إيه في أحديث أخرى يعني قال إن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون بينها يبقى المؤذن يوم القيامة ييجي يوم القيامة كده عنقه طويل إحنا حنت نقول إيه أنت طولت رأبتي يعني إيه شرفتني أمام الناس دي علامة لشرف المقام حتى إحنا بنستعملها الآن في كلامنا العديد والفلان ده طول رأبتي أمام الناس يعني إيه يعني جعلني إيه أفتخر وأتشرف بأذيه إيه بعلاقاتي به إن كان ابني ناجح أو صديقي أو شيء من هذا فأقولي أني طول رأبتي فيبقى المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناق يعني أشرف الناس أعناق وإن كان يوم القيامة المعاني دي تأتي في سرعة الحس ويمكن يبقى أنه قطويل كمان في الحس علشان إيه يتميز في وسط جموع الناس يوم القيامة ويوم الحشر عظيم يبقى بيّن فضيلة المؤذن في بعض الإيه الأحاديث الأخرى زي أطول الناس أعناقا يوم المؤذنون ومش كده وبس وفيه كمان قال المؤذنون على كثب من مسكن يوم القيامة يعني وقفين كده على جبل الجبل ده من مسك رائحته طيب يبقى هو طويل العنق وفي نفسه كمان على جبل يعني عشان كل أهل المؤكب يشوفوهم كأنهم أعلام يشاروا إليهم وبعدين بيّن سواب ثالث كمان إحنا في الحديث السابق لو أنتوا فاكرين إن إيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء شيء ادخل فيه حتى الجمادات إلا شهد له يوم القيامة يبقى شوف بقى فضيلة المؤذن أدّئيه إذا كان المؤذن كده ومقامه أدنى من الإمام فما بالك الإمام يبقى يبقى قد بالك إن النبي لم يؤذن قط لكن النبي كان الإمام على طول ووظائف النبي أعلى فدل إذا كانت وظيفة المؤذن وهو أدنى مقاما من الإمام والشروط التي تتوفر فيه أقل من الشروط المطلوبة في الإمام ده ثوابه فما بالك إمام المسلمين يبقى إيه واللي يقوم من ناس في المحارب يبقى إيه إذا كان من أهل القرآن والناس بتحب إمامته وإنه هو بيؤدي الصلاة بصورة طيبة كل ده يخليك حريص على العمل لأن جبلت النفوس على حب معرفة ثواب العمل لتحرص عليه كويس فالنبي هنا بيبين يبقى بيين لنا هنا صلى الله عليه وسلم إن ده وهو الأذان ده لا يسع إلا فرد واحد يبقى عرفنا من هنا إن لا يجوز في مسجد واحد يأذن اتنين مؤذنين في وقت واحد مهما كان الأذان متسع في حين إن بني أمية عملوا كده أيام بني أمية عملوا كده لما اتسع المسجد بقى في كل ركن إيه مؤذن في وقت واحد فدي كانت إيه لذلك هجرها المسلمون لأنها مخالفة للسنة يبقى هنا عرفنا إن المؤذن طالما في بقعة واحدة في مسجد واحد يبقى لا يتعدد المسجد الواحد ليه مؤذن واحد وطالما ليه مؤذن واحد وفيه متعدد اعملوا قرع عشان نختار واحد واخد بالك يبقى عرفنا من كده إن النداء لا يكونوا إلا بمؤذن واحد الصف الأول بقى محدود لأنه هو بيتمد على عرض المسجد فبرضه إيه حيبقى عدد محدود لو العدد كتير وجم في نفس الوقت لو العدد كتير وجم في نفس الوقت وعايزين يدخلوا كلهم بالصف الأول وحارسين على السواب يمكن يضطروا كمان يعملوا قرع إلى ذلك ده لكن طبعا ده الكلام ده لو جمف دفعة واحدة لكن إيه؟ إحنا عارفين إن إحنا من الأداب الأخرى إن الإنسان لما ييجي المسجد الأول فالأول فالأول فاللي بييجي الأول هو إيه؟ بيملأ من الصف الأول واللي ييجي بعده يمسل في الصف الثاني وهكذا حتى يمتلئ المسجد يبقى على شكل كده لما تيجي أنت الأول في المسجد إحرص إن كنت وفي الصف الأول فيه ناس للأسف يبقى الصف الأول لم يكتمل ويصلي تحت المروحة وجنب الباب وتحت الشباك وجنب الكرسي لدرجة إن الواحد بقى حزين الوقت كثير من مسجد المسلمين الوقت نصها كراسي كأنها كنايس طول عمر المسلمين يخشوا مسجدهم الحمد لله إن شاء الله فراغ للصلاة الوقت تلاقي صفوف كراسي صفوف كراسي والناس بتستهين وتصلي عن قعود بأقل إيه؟ يعني آلام في المفاصل وينزل قاعد في حين أن يعلينا أننا نحرص على القيام ونحرص على أداء الصلاة بالصورة الكاملة ولا نستهين بهذه العبادات اللي الإنسان بيتصور إن هي إيه؟ إن هو لو أداها على أي صورة هيبقى ثوابه على نفس الصورة الكاملة لا يتفاوت الناس في الأجل تفاوت كبير وبالتالي احرص أن تكون في الصف الأول يبقى لو جيتوا ضفعة واحدة وكلكم تزحمتوا على الصف الأول والصف الأول لا يسع المجموع ده ساعتها إيه؟ نتنافس يبقى ده كمان بيدلك على إن التنافس في أعمال الآخرة مطلوب وإن الإيصار في أمور الدنيا مطلوب يعني أمور الدنيا تقوله تفضل لا خذ يا تفضل وفي أمور الآخرة لا في ذلك فليتنافس المتنافسون الوقت بالعكس تلاقي الناس يوجو في المسجد لا تفضل إنت الأول لا تفضل إنت الأول وفي الدنيا كله حريص على إنه يعد عليه يبقى احنا ماشيين بطريقة غير أحوال الصحابة وغير أحوال المؤمنين الموسفين في القرآن فالمؤمن يتنافس على الآخرة ويتنازل عن حقه في أمور الدنيا كما كان يفعل الحبيل لأن الدنيا المسلمين يقول لك المصريين الدنيا متفاتة طالما أنت حتفتها وتسيبها يبقى أحرص على الباقي وعلشان كده لازم ناخد بالنا أن التنافس يكون في أمور الآخرة وأن الإثار يكون في أمور الدنيا على خلاف ما نحن عليه الآن لعل الله يحسن أخلقنا ويرزقنا الأنس بذكره والحرص على طاعته ويقبضنا على هذا الكمال النبوي الشريف الذي هو أسوة لنا وروح لأرواحنا ونكمل إن شاء الله في الفاصل القادم بإذن الله الأسئلة التي ترد من المتابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا 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 حد من ذلك وما المفهوم الصحيح لمفهوم البدعة هو كلمة بدعة يعني أمر مستحدث لم يكن له مثيل من قبل وكلمة بدعة جاية من الابتداع والابتداع جاية من اسم الله البديع وأخذ بالك يبقى الإنسان لابد أن يبدع يبدع في عمله يبدع في مهنته يعني إيه حشان تتطور الحياة لا شك في هذا لكن إيه وردت كلمة البدعة في الشرع الشريف أحيانا ممدوحة وأحيان أخرى مزمومة يبقى إذن هناك بدعة تزم وبدعة تمدح لأن سيدنا عمر لما جمع الناس على صلاة التراويح في خلافتي وكانوا يصلونها فرادة أو جماعات صغيرة بغير إمام عام في رمضان فسيدنا عمر عمل إيه جمع الناس على إمام واحد وقال نعمة البدعة هي يبقى هنا مدح البدعة لأنها لم تكن في أصر النبي إلا أنها ممدوحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كويس يبقى هنا مزمومة يبقى ورد زم البدعة وورد مدح البدعة إذن لابد أن نفهم بأمام معنى البدعة المزمومة ومعنى البدعة الممدوحة البدعة المزمومة حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث روته سيدتنا عائش قالت كل أمر كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد يبقى كل أمر متعلق بالعبادات لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستحدث ويخالف صورة ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو ده مردود عليه وعشان كده قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يبقى كل بدعة تخالف مقاصد الشرع الشريف أو تكون محرمة أو تقول إلى أمر محرم هي التي تكون ضلالة لكن لو كانت بدعة تؤدي إلى تحقيق مقاصد الشرع الشريف يعني أمر مستحدث لم يفعل من قبل إلا أنها تحقق مقاصد الشرع الشريف يبقى تكون بدعة مستحبة وإذا كانت تحقق مقصد من مقاصد الشرع واجب فتكون بدعة واجبة وإذا كانت متعلقة بأمر من المباحات تبقى بدعة مباحة وإذا كانت متعلقة بأمر من المكروهات فتكون مكروهة وإذا كانت من المحرمات ففي الحالة دي تكون حرام ومتى تكون ضلالة لو كانت بدعة متعلقة بالاعتقاد والإيمان بالله عز وجل والإيمان بالقضاء والقدر والملائكة وغير ذلك يبقى إيه؟ يبقى البدعة تحتمل زي ما قال الإمام النووي وغيره من العلماء إن تحتمل الأحكام الخمسة أن تكون واجبة وأن تكون مستحبة وأن تكون مباحة وأن تكون مكروهة وأن تكون محرمة البدعة المزمومة هي المحرمة كويس؟ طب هنعرف منين؟ ندي لك أمثلة سيدنا أبي بكر الصديق لما امتنع الناس عن الزكاة بعد وفاة النبي سأصل بعض قبائل العرب امتنعت عن الزكاة وظنت أن الزكاة خاصة بالنبي لأن ربنا قال له خذ من أموالهم صدقة تطاهرهم فالأمر متوجه للنبي فبعد قبائل العرب امتنعت عن أداء الزكاة وقالت هذا كان خاص في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم لسوء فهمهم كويس؟ عمل إيه سيدنا أبي بكر الصديق؟ قاتلهم هل النبي أمره بقتلهم ولو عرف أن من مقاصر الشرع الشريف المحافظة على أركان الإسلام ومقاصر الشرع الشريف تحاول أن تحافظ على أركان الإسلام ولو أدى المحافظة إليها إلى القتال فقاتله في حين النبي ما قالش قاتل مانع الزكاة ما فيش حديث بهذه الصورة يبقى إذن قد يترأ أمر يتطلب رد فعل معين يؤدي إلى منع شيء محرم يبقى ده في الحلقة دي الأمر ده الطارق ده اللي يمنع المحرم يبقى واجب زي سيدنا عثمان بن عفين لما جمع المصحف كله على مصحف واحد معتمد وأمر جميع الصحابة يحرقوا المصحف الخاصة اللي كانوا كتبينها وضيفين في وسط القرآن أدعية وتفسير وغير ذلك فخاف لحسن الناس تفتكرها أن دي من القرآن فجمع كل القرآن على نسخ معتمدة وقال لهم كل من عنده غير هذه النسخ المعتمدة يحرقوا هل النبي أمر بحق هذا لكن أمره سيدنا عثمان لطروق الحاجة إليه وهو ألا يختلف الناس على كتاب الله يبقى الصحابة عملوا حاجات ما عملهاش النبي يبقى تعتبر بدعة لكن كان إيه جاء الوقت التي صارت واجبة لو تركها لضع القرآن واختلف الناس على القرآن وكل واحد يقرأ بقراءة جده بقى والقرآن اللي ورثه من أبوه من جده 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 واتضح إن كان جده كاتب معاني فوسة الآيات القرآنية يوم يحفظ على أنها كلها قرآن هيدخل القرآن ما ليس فيه يبقى إذا طرأ أمر وكان مواجهة هذا الأمر يمنع محرم يبقى إيه يبقى مواجهة واجبة زي ما جمع المصاحف على مصحف واحد سيدنا عثمان وهكذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه طلب العلم فريض على كل مسلم ومسلم فأنشأوا الناس المدارس هد كان فيه أيام النبي مدارس ومعاهد العلمية وربط العلم واخد بالك وكل ده نشأ ومش كده بس ونشأت كمان الشهادات والإجازات والامتحانات والاختبارات كل ده ما كانش أيام النبي لأن ده يؤدي إلى نشر العلم المنضبط بين المسلمين ونشر العلم مطلوب شرعا فما كان يؤدي إلى المطلوب الشرع يبقى واجب وعشان كده قالوا أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد فإذا كانت الوسيلة اللي أنت حتعملها وهو إنشاء المدرسة واختيار مناهج منضبطة وترق تعليم متصلة بين الشيخ وبين التلميذ والتلقي حتى يتم الفهم الصحيح ده يؤدي إلى نشر العلم النافع يبقى واجب إنشاء المدارس واجب إنشاء الربط بالرغم النبي لم يأمر بإنشائها إلا أنه قال طلب العلم فريضة فوسيلة طلب العلم تصبح فريضة أنشأوا المدارس الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه إن الله خلق لكل ده إن دواء يا عباد الله تداووا مش كده برضو فإيه المسلمين أنشأوا المستشفيات وأنشأوا إيه الأماكن اللي بتعد الأدوية كان زمان الأدوية عبارة عن أعشاب طبية بتزرع والوقتي بقيت مصانع لإيه لتصنيع الأدوية وإنشأنا المستشفيات والمعاهد وكليات الطب والتمريد وغيره كل ده لإنه مطلوب المحافظة على صحة الأبدان يبقى إذا كان الأمر واجب فكل ما يؤدي إلى تحقيق الواجب يكون واجب فالوسائل تؤدي إلى إيه حكم المقاصد يبقى خلاصة الأمر الأمر المستحدث إن كان يؤدي إلى واجب فهو واجب وإن كان يؤدي لمستحب زي جمع الناس على صلاة الترويح يبقى مستحب وإذا كان يؤدي إلى مباح زي تنويع طرق الطهي والطعام والشراب أيام النبي ما كانش إيه الناس يعني عندهم خبرة كبيرة في طرق الطهو المختلفة في الوقت الطعام عندنا قنوات فضائية بتشتغل 24 ساعة تعلمك إزاي تطبخ وإزاي تأكل طرق كتيرة كلها بدعة لكنها بدعة مباحة لأن الأكل مباح وطالما هو بيتبخ لك المباح بيتبخ لك غنزير ولا ميتة ولا شيء من هذا يبقى دي أمور مباحة طرق الطبخ التوسع في المعايش إنك إنت بدلا ما يبقى عندك حجرة واحدة يبقى عندك حجرتين حجرة لأولادك وحجرة ليك إنت وزوجتك ويبقى عندك حجرة للضيوف الكلام ما كانش إيه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا إلا إن لما اتسعت الحياة وكثر الناس يحتاجوا إن يبقى بيوتهم بهذه الصورة لما احتاجنا إننا نتوضى كل شوية فعملنا دورات مية متعلقة بالمساجد إنشاء الميض حوالين المساجد كل دي بدعة لكنها تؤدي إلى تحقيق مقاصد الشرع الشريط لكن لو كانت بدعة زي الغناء وزي الاختلاط وزي النوادي وزي تضيع الأوقات في ملطائل دي ما كانش عادة الصحابة يبقى دي بدعة مكروهة أو محرمة وكذلك البدعة المتعلقة بإنكار القدر وغير ذلك دي بدعة ضلالة زي ما حدست في بعض الطواقف المعتزلة والمشبهة والمجسمة وغير ذلك يبقى لازم ننظر للأمور وعشان كده النبي قال الحديث جميل قوي بيبين لك يقول من سنى في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عملها بها يعني من ابتدع في الإسلام سنة حيث طريقة تؤدي إلى مقاصد الشر فله أجره وأجره من عمله ومن سنى في الإسلام سنة سيئة يعني بدعة ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمله بها فناخد بالنا زي إيه المصريين ابتدعوا حاجة جديدة أخيرا لشان ننهي الموضوع مائدة الرحمن اللي في رمضان مائدة الرحمن اللي في رمضان ما كانش بيعملها الصحابة لكن كانوا بيطعموا الطعام طب مائدة الرحمن دي بدعة أو سنة لكنها حسنة لأنها تؤدي إلى إطعام الطعام والنبي كان يحب إطعام الطعام وسنى لنا إفطار الصائم ولذلك علينا أن لا نتسرع في أمر مستحدث إلا أن نعرضه على الشرع الشريف فإن وافقه كان إيه سنة حسنة وإن خالفه كان سنة سيئة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة